اهلا بكم في فيديو جديد من قناة نسرين هند ميت كروشين. نهاردة هنعمل مع بعض المقلمة الجميلة دي. تقدري تنفيذيها لاولادك في المدرسة. ان شاء الله المقلمة اه تعجبكم. ده كده شكلها من جوة. اهو. اه فيها اربع جربات للقلام وكمان اه جرب او مكان للمسطرة. وهنا تقدري تحطي استيكة براية زي ما تحبي. اتمنى ان شاء الله ان هي اتعجبكم. يلا بينا نشوف هننفز مع بعض المقلمة زي. انا هشتغل بخيط جمجا خيط صوف. وهستخدم ابرا رقم اربع. هبدأ اعمل عقدة البداية. وهبتدي ارتفع سبعة وتلاتين غرزة سلسلة. يعني هشتغل ستة وتلاتين غرزة وفي غرزة ارتفاع هعملها. فانا هعمل سبعة وتلاتين كده تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. بالشكل ده كده انا اشتغلت سبعة وتلاتين غرزة سلسلة. وهبدأ اشتغل في تاني غرزة هنا. يعني هسيب اول غرزة وهبدأ اشتغل ابتداء من الغرزة التانية غرزة حشو. وفي كل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو بالشكل ده كده. كده انا اشتغلت السطر كله غرزة حشو. وبقى عدد الغرز معايا ستة وتلاتين غرزة حشو. بعد كده هبدأ السطر الاولين والسطر ده مهم جدا لاني انا هحتاج اقرره بعد كده. فهبدأ ارتفع تلات تلات غرز سلسلة. التلات غرز دول عبارة عن اول عمود بلفة. وهقلب الشغل الناحية التانية. وبعد كده انا محتاجة اشتغل حداشر غرزة عمود بلفة في الحداشر غرزة اللي بعد كده. يعني هنحسب دي يبقى دي الغرزة اللي اتناشر. فانا كده هبتدي اعد كده خلاص يعتبر انا اشتغلت اول الغرزة هنا. هشتغل في اللي بعدها عمود بلفة. دي تاني غرزة تلاتة اربعة. اتناشر. يبقى كده انا اشتغلت اتناشر عمود بلفة. وبعد كده هشتغل هيتبقى معي هنا اربعة وعشرين غرزة. هشتغل في الاربعة وعشرين غرزة عمود بلفة. بس هشتغلهم في الحلقة الخلفية او الباكلوب. زي ما احنا متفقين دي اه الحلقة الامامية ودي الحلقة الخلفية. هشتغل بس في الحلقة الخلفية. كل غرزة هشتغل فيها عمود بلفة. هيبقى توتل الغرز اربعة وعشرين غرزة. بالشكل ده. حلقة الخلفية بس. او الباكلوب. بالشكل ده كده. اكمل كده بنفس الطريقة. هشتغل عمود بلفة في الباكلوب لنهاية السطر وارجع. بالشكل ده كده انا اه كملت السطر. وده كده هيبقى شكله. اشتغلت هنا في اول اتناشر غرزة عمود بلفة عادي. واشتغلت فيه الاربعة وعشرين اللي بعد كده عمود بلفة في الحلقة الخلفية. وبعد كده هبتدي ان انا اكمل بقية السطر. كل ده يعتبر السطر التاني. انا لسه ما انتقلتش او مش هنتقل ليه السطر الجديد دلوقتي. هبتدي ان انا اشتغل عمود بلفة في الحلقة اللي انا سبتها. اللي هي هتبقى او الحلقة الامامية. يعني هبتدي ان انا الف الخيط على الابرة. وهبتدي اعمل الشغل كده. واشتغل عمود بلفة في الحلقة الامامية اللي انا سبتها. وهشتغل في كل حلقة عمود بلفة من الحلقة اللي انا سبتها. بالشكل ده كده. يعني ده الجراب اللي هيتحط فيه آآ القلم بتاع المقلمة. اهو هبتدي اشتغل كده في كل حلقة امامية. اشتغل فيها عمود بلفة. كده انا اشتغلت في الاربعة وعشرين آآ غرزة كلهم اشتغلت عمود بلفة في الحلقة اللي انا سبتها. ووصلت كده لآآ آخر غرزة. بعد كده هرتفع غرزة سلسلة. وهبدأ ان انا اقفل آآ الجزئين دول كده مع بعض. انا بس عشان ما اطلق بطش. هبتدي اعلم هنا هعد. هحتاج ماركر. اتنين اربعة ستة تمانية عشرة. دي كده الغرزة الاتناشر. يعني انا عايزة الغرزة الاولى من الاربعة وعشرين اعلمها. عشان ابقى عرفاها بالشكل ده كده. انا كده ارتفعت غرزة سلسلة. وهقلب الشغل. وهبتدي ادخل في آآ الغرزة كده يكون معي الحلقتين. آآ او الضلعين بالشكل ده. وهبتدي ادخل في الغرزة اللي انا علمتها. وهشيل بقى الماركر بالشكل ده كده. وهبتدي اشتغل كده غرزة حشو. وهدخل في الغرزة اللي بعدها. والغرزة اللي موجودة قدامها الناحية التانية. وهاشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده. وهكرر كده تاني. في الغرزة اللي بعد كده. والغرزة اللي قدامها. وهشتغل غرزة حشو. هاخد كده الغرزتين اللي قدام بعض. وطبعا اه اخلي بالي ان الغرز معي اربعة وعشرين غرزة. بالشكل ده. هقفل كده كل غرزتين مع بعض بغرزة حشو. الغرزة دي والغرزة اللي قصدها الناحية التانية. وهقفل بغرزة حشو بالشكل ده كده. هكمل كده للنهاية وارجع له. وصلت كده لنهاية السطر وفاضل معايا هنا اخر غرزة. انا بس حبيت اورها لكم لان هي اه ممكن ما تبقاش بينها وما تفتكريش ان دي غرزة هنشتغلها اه الاتنين او الضلعين اهو. ده الضلع الاولاني. اهو. وده الضلع التاني اهو الضلعين مع بعض هناخدهم. وهبتدي اهو. وهبتدي ان انا اشتغل فيها غرزة حشو. يبقى كده توتل الغرز دي اربعة وعشرين آآ غرزة. بعد كده هبتدي ارتفع غرزة سلسلة. وده السطر التالت من الغرزة بتاعتنا. وبرضو نخلي بنا ان السطر التالت ده مهم. وهنكرره هو والسطر التاني بعد كده. يعني السطر التاني اللي احنا كل اللي انا عملته اللي فدي اعتبر السطر التاني. واللي جاي ده اهبتداء او بداية السطر التالت. هبتدي ارتفع غرزة سلسلة زي ما قلتلكم. وهقلب الشغل الناحية التانية. وهدخل في اول غرزة اشتغل فيها غرزة حشو. وهشتغل في كل غرزة من الاربعة وعشرين غرزة غرزة حشو. يعني كل الجزء ده لغاية هنا هشتغل في آآ غرزة حشو. بالشكل ده كده. بالشكل ده كده انا اشتغلت في الاربعة وعشرين آآ غرزة دول اشتغلت فيهم غرزة حشو. طبعا اتأكد من العدل عشان ما احصلش لغبطة. فاضل معي الاتناشر غرزة. هبتدي اشتغل في كل غرزة من الاتناشر عمود بلفة. بالشكل ده كده. كل غرزة من الاتناشر غرزة هشتغل فيها عمود بلف. هكمل كده لنهاية السطر وارجع. بالشكل ده كده انا خلصت الاتناشر غرزة. وده هيبقى شكلها. وكده انا عملت آآ الجراب اللي هحط فيه اللام بتاعتي بالشكل ده اهو. بقى في هنا آآ الفتحة اللي هدخل فيها الالم بتاعي. بالشكل ده. وهبتدي بعد كده اكرر السطرين دول تاني اللي هو التاني والتالت. هبتدي يبتدأ من هنا اكرر السطر التاني. هبتدي ارتفع تلات غرز سلسلة. وهقلب الشغل الناحية التانية. وهبتدي اشتغل عمود بلفة في آآ الهداشر الغرزة يعني هيبقى التوتل اتناشر آآ غرزة عمود بلفة. بالشكل ده كده. بالشكل ده كده انا اشتغلت اتناشر غرزة. هبتدي بعد كده اشتغل في الاربعة وعشرين غرزة اللي فضلين عمود بلفة في الحلقة الخلفية بس. بالشكل ده كده. كده انا وصلت لنهاية السطر. وهبدأ بعد كده اشتغل عمود بلفة في الحلقة الامامية اللي انا سبتها. هبتدي الف الخيط وادفل على طول في الغرزة او في الحلقة الامامية اللي انا سبتها بالشكل ده. وهشتغل في الاربعة وعشرين غرزة في الحلقة اللي انا سبتها عمود بلفة. بالشكل ده كده. وبعد كده هبتدي ارتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية. هبتدي اجيب المركر بتاعي. اعد كده اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر. وانا محتاجة اول غرزة من الاربعة وعشرين ان انا اعلمها. وهبدأ ادخل في الحلقتين كده بالشكل ده. وكمان الغرزة اللي موجودة قدامها الناحية التانية. وهبتدي اشتغل غرزة حشو. اشيب بقى المركر. وهدخل كده في كل غرزة. والغرزة اللي موجودة قدامها. اشتغل غرزة حشو. بالشكل ده. بالشكل ده كده. وهبدأ السطر التالت كده انا خلصت كده السطر التاني. وهبدأ السطر التالت ارتفع غرزة سلسلة. طبعا السطر التالت لان انا بكرر السطرين دول. هبتدي ارتفع غرزة سلسلة وهدخل في كل غرزة من الاربعة وعشرين. اشتغل فيها غرزة حشو. بالشكل ده كده. بالشكل ده كده انا اشتغلت اربعة وعشرين غرزة حشو. فاضل هنا اللي تنصر غرزة هشتغل كل غرزة منهم عمود بلفة. بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. انا خلصت السطرين اللي انا قررتهم ويتكون معايا تاني جراب. وانا كده هبتدي اقرر السطرين دول تاني اللي هو التاني والتالت. انا عملت هنا التاني والتالت هنا وعملتهم قررتهم هنا. هكررهم كمان مرتين بحيس ان انا يبقى معايا اربعة جرابات من دول. كده واحد اتنين هكررهم كمان مرتين وارجع لهم. بالشكل ده كده انا قررتهم بقى معايا اربعة جرابات. بالشكل ده كده. وهبدأ بعد كده في السطر آآ الجديد. هبتدي ان انا ارتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية. والسطر ده كله انا هشتغل في غرزة حشو في كل غرزة هدقى مني. يعني هيبقى توتل الغراز معايا ستة وتلاتين غرزة حشو. بالشكل ده كده. وهبدأ السطر اللي بعد كده هرتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية. وهبتدي اشتغل في اول غرزة هنا غرزة حشو في الحلقة الخلفية او الباكلو. وكل غرزة هشتغل فيها غرزة حشو في الحلقة الخلفية بالشكل ده كده. يبقى برضو توتل الغراز معايا هيبقوا ستة وتلاتين غرزة حشو. بس انا هشتغلهم في الحلقة الخلفية. بالشكل ده كده انا خلصت السطر. وهبتدي ان انا اعلم هنا اول غرزة او الحلقة آآ الامامية عند الحلقة الامامية اللي انا سايبها بمركر بالشكل ده. وهبدأ السطر اللي بعد كده. هبتدي ارتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية. والسطر ده كله هشتغل في غرزة حشو عادي في آآ الدلعين مع بعض. هشتغلها يعني غرزة حشو عادية. بالشكل ده كده. وهبدأ بعد كده السطر الجديد. هرتفع غرزة السلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية. وهدخل في اول غرزة في الحلقة الخلفية. هشتغل فيها غرزة حشو. في كل غرزة هشتغل فيها آآ غرزة حشو في الحلقة الخلفية. يعني برضو بكرر نفس السطر اللي انا عملته هنا. بالشكل ده كده. بالشكل ده كده خلصت السطر غرز حشو في الحلقة الخلفية وهي هعلمها برضو زي ما انا عملت هنا. اهو في الحلقة الامامية اللي انا سايبها اخر غرزة هنا. بالشكل ده. والجزء اللي انا عملته ده هو ده الجزء اللي انا عمله علشان يبتني بالشكل ده او يعني ده اللي هيقفل على الجزء ده ان انا كده هبتدي اشتغل الجزء التاني بتاع المقلمة. وانا ابتداء من هنا هبتدي ان انا اكرر آآ الجزء ده بس هيبقى فيه اختلاف بسيط. هبتدي ارتفع غرزتين سلسلة. غرزتين السلسلة دول يعتبروا نص عمود معي. انا هشتغل السطر يعني يعتبر ان انا هكرر السطر التاني بس هكرروا بغرزة نص عمود مش عمود بلفة. فهبتدي اشتغل في الاتناشر غرزة اللي بعد كده كل غرزة منهم غرزة نص عمود. ادي كده تاني غرزة. التالتة. الرابعة. خمسة. ستة. اتناشر بالشكل ده كده. وهبدأ بعد كده اشتغل في الاربعة وعشرين غرزة. اشتغل في كل غرزة في الحلقة الخلفية. غرزة نص عمود من الاربعة وعشرين غرزة اللي بعد كده اشتغل في الحلقة الخلفية بس. كل غرزة اشتغل فيها غرزة نص عمود. وصلت كده لنهاية السطر والاختلاف اللي انا هعمله فيه السطور اللي بعد كده. آآ يعني انا المفروض ان انا ابتديت السطر هنا زي بداية السطر التاني بس بغرزة نص عمود. هبتدي ان انا ارتفع غرزتين سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية. وهبتدي اشتغل في كل غرزة من آآ الستة وتلاتين غرزة غرزة نص عمود بالشكل ده كده. يعني السطر كله هشتغل في غرز نص عمود مش هقسمهم زي ما انا بعمل بالشكل ده. هكمل كده هشتغل في كل غرزة غرزة نص عمود لنهاية السطر. وكمان انا هشتغل آآ كده في التلات سطور اللي بعد كده. يعني هيبقى السطور اللي انا هشتغلهم نص عمود خمسة. يعني ده يعتبر كده اول سطر اشتغلت نص عمود. وده التاني. هكمل كده كمان تلات سطور. هيبقى السطور اللي هشتغلها نص عمود خمس سطور. وارجع لكم. بالشكل ده كده انا خلصت الخمس سطور اللي هما دول. هبتدي اعدل اللي هما من ابتداءة من السطر. آآ ده اللي انا اشتغلت في عمود او نص عمود سوري في الحلقة الخلفية. ده كده واحد اتنين تناة اربعة خمسة بالشكل ده. وهبتدي اكمل السطر التاني. هبدأ المرة دي اشتغل عمود باربع لفات في الحلقة الامامية هنا اللي انا آآ سبتها آآ في آآ بداية السطر الاولاني من الخمس سطور. ابتدي الف الخيط اربع مرات على الابرة واحد اتنين تلاتة اربعة. وهبدأ ادخل هنا في الحلقة اللي انا سبتها. هشتغل فيها عمود باربع لفات. هلف واخروج من كل حلقتين بالشكل ده كده. وهبتدي اقرر تاني. هلف الخيط اربع مرات على الابرة. وهدخل في الغرزة اللي بعد كده. في الحلقة اللي انا سبتها. هبتدي اقرر تاني. هشتغل عمود باربع لفات. هلف واخروج من كل حلقتين بالشكل ده كده. اهو. وهكرر تاني. هلف الخيط اربع مرات على الابرة. وهدخل في الحلقة اللي بعد كده. هشتغل عمود باربع لفات. بالشكل ده. وهكرر تاني. هلف الخيط اربع مرات على الابرة. وهدخل في الحلقة اللي بعد كده. وهكرر تاني في الاربع وعشرين غردة. هشتغل فيها عمود باربع لفات. في الحلقة اللي فضلة. بالشكل ده كده. هكمل كده لغاية لما اوصل هنا عند اخر غرزة وارجع. بالشكل ده كده اشتغلت اربع وعشرين غرزة عمود باربع لفات في الحلقة آآ الامامية اللي انا كنت سايباها. وهبدأ اكمل بعد كده. ارتفع غرزة سلسلة. وهقلب الشغل الناحية التانية. وهبتدي اعلم بالمركر عند الغرزة هنا التلاتاشر. هبتدي عدد اتنين اربعة ستة تمانية عشر اتناشر. وفي الغرزة التلاتاشر هخط المركر بتاعي. وهبدأ هدخل في اول غرزة هنا من تحت الضلعين وفي الغرزة اللي انا علمتها بالمركر. وهشيل بقى المركر كده خلاص. وهشتغل غرزة حشو بالشكل ده. وهدخل في الغرزة اللي بعد كده والغرزة اللي اقصدها الناحية التانية. هشتغل برضو غرزة حشو. وهكمل كده يعني انا. هبتدي بقى اكمل آآ بقية السطر زي ما انا كنت بعمل هنا الجزء ده. هبتدي بقى ادخل هنا في الغرزة اللي بعد كده. والغرزة اللي موجودة قدامها الناحية التانية. هشتغل غرزة حشو. بالشكل ده. وهكرر كده في الاربعة وعشرين آآ غرزة لنهاية السطر. بالشكل ده كده. وهبدأ السطر التالت اللي انا كنت بقرره برضو آآ تحت هنا. هبتدي اشتغله زي ما هو. هرتفع غرزة سلسلة وهقلب الشغل الناحية التانية. وهدخل في كل غرزة اشتغل فيها غرزة حشو. كل غرزة من الاربعة وعشرين آآ غرزة. اشتغل فيها غرزة حشو. بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. وهبدأ بعد كده اشتغل في الاتناشر غرزة الفضلين. اشتغل في كل غرزة عمود بلفة. بالشكل ده. بالشكل ده كده هيبقى شكلها. وده كده آآ هيبقى جراب آآ لمصدرة. بالشكل ده عشان كده عملناه آآ عريض العمويد هنا باربع لفات. زي ما شفته هنا ده للقلام. انا هكتفي بالجزء ده كده. وهكمل لكم بقيت المقلمة في جزء تاني. بس عشان انا آآ لقيت الفيديو هيبقى طويل جدا لو عملته على جزء واحد. فهاستمهو لكم على جزءين. شاء الله اشتغلكم في الجزء التاني.